الخمسة من التلفزيون المصري مرحبا بكم مشاهدين في كل مكان ومرحبا بك زميلة رغبة أهلا بك عمر وطابة أبقاتكم بكل الخير هذه نشرة الأخبار نبدأها بالعنام الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح محطط معالجة مياه مصر في بحر البقر ويشدد على إزالة تعديات على الأرض الزراعية والمجار المائية خلال ستة أشهر عناصر من القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب المشترك أربعي هرق لواحد وعشرين بليون الأنباء بتفصيل من القاهرة خلال افتتاح محطط معالجة مياه مصر في بحر البقر لا أطخم من نوعها على مستوى العالم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إزالة كل تعديات على نهر النيل من أراضي زراعية وترع ومصارف خلال ستة أشهر وحضر رئيس عبد الفتاح السيسي من أنه سيتم إلغاء الدعم لكل من يتعدى على الأراضي الزراعية والمنشآت المائية النهاردة كل التعدي اللي على المنشآت بتاعت الجسور بتاعت الترع أو منشآت الرئي لا 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 ده وزارة الداخلية مع المحافظة ولو قوات المسلحة محتاجين كل كلام ده لازم خلال ستة شهور أخذ تمام إنه تشال إحنا مش هنتحيل على حد هو حد يغتصب أرض الدولة ونقول عشان خطر أصل بصلحتهم أصلهم حياتهم مهددة بالخطر هو أنت تاخد أرض الدولة وتحيل عليك وزارة الداخلية ولو الأمر تطلب القوات المسلحة كل التعديات اللي اتعاملت خلال العشرين تلاتين سنة اللي فاتوا يتشالوا وأخذ التمام خلال ستة شهور زي ما أنا بعمل طبطين للترع وبعمل إجراءات فوق الخيال فوق الخيال وأنا عارف أنا بقول إيه اللي بتعمل في مصر ده فوق الخيال يبقى أنا كمان مش حقبا إن حد يتعدى على قدرتنا وعلى اللي احنا بنعمله عشان نحسن أحوال الناس وأشر رئيس السيسي لأن تطوير القطاع الزراعي يمكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد مشيرا إلى أن زيادة الأراضي الزراعية لن يتم دون زيادة الاستخدام الرشيد لموارد المياه كما أكد رئيسه أن الدولة عزمة على المضي قدما في إزالة كافة التعديات على مرافقها ومواردها المختلفة وأشر رئيس السيسي إلا أن التعديات على بحيرة المنزلة تسببت في تقليص مساحتها من مليون إلى مئتين وخمسين ألف فدان مشيرا إلى أن الدولة اقتربت من إزالة كافة التعديات على البحيرة إن مئتين وخمسين ألف فدان دول إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى شرفنا على الانتهاء إن إحنا نخليهم وكأنهم من خمسمائة ستمائة سنة مش كده؟ كل اللي انتوا شايفينه ده من حشائش وغاب وسافانة أو أي حاجة تانية كل ده تشاله بقيت البحيرة بتكامل تم تكريكها المتين وخمسين ألف فدان دول بقيتنا أربع سنين شغالين فيها عشان نحولها نرجحها إلى بحيرة تستطيع أن المتين وخمسين ألف فدان دول يبقى مزرعة سمكية حية ونأكل منها السمك اللي موجود فيها وإحنا إيه؟ متطمينين عشرة على عشرة نصدر منه والعالم كل يقول لك إحنا عايزين ناخد من الحاجة دي الكلام ده تكلفش قليل ده في طريق بيتعمل بينحزن به تخيلوا بنعمل طريق من برسعيد لغاية ده أهلية مش كده؟ عشان 80 كيلو أو 83 كيلو 80 كيلو عشان يبقى البحيرة خلاص بقت لها كورنيش ولها شكل محترم نمشي حول منها بالطريقة دي إنجاز جديد تحقق بالبنية التحتية لمصر دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحه محطة معالجة مياه مصر في بحر البقر الأضخم في العالم لتنقل خمسة ملايين وستمائة ألف متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح ما يقرب من خمسمائة ألف فدان ضمن المشروع القومي لتنمية سيناء المفروض أن الكلام ده يتعامل في العشرين وثلاثين سنة الجايين حاجات كتير منها لكن إحنا قلنا أن إحنا كنا متأخرين كتير وبالتالي لابد أن إحنا نتحرك بمعدلة أسرع وأعمق بكتير مما كنا حتى لو كان التخطيط كان ممكن يتلبى على لغاية 52 أو كده المحطة تعزز منظومة لاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة وتحافظ على مياه كانت تهدر في بحيرة المنزلة تلوثها وتضر بالثروة السمكية بها فتصدت الدولة وأدت دورها لحماية الأمن القومي لمصر من خلال تطوير مصر في بحر البقر وإنشاء محطة معالجة المياه بأحدث ما توصل له العلم لتعبر المياه وتنمي أرض سيناء وتوفر فرص العمل وتتسع بها الرقعة الزراعية الرئيس حذر من كل أشكال التعدي على الأراضي الزراعية أو الجسور المائية وزارة الداخلية ولو الأمر تطالب القوات المسلحة كل التعديات اللي اتعاملت خلال العشرين تلاتين سنة اللي فاتوا يتشالوا وأخذوا التمام خلال ستة شهور أنا حيبقى من ضمن الإجرات اللي بعملها حتى استعادة أو إنهاء التعدي وقف كل الدعم اللي بتقدم الحكومة من خبز وتموين وأي حاجة تانية لأي حد يخالف أنا بقول هلكم لكل المصريين اللي حيتعدى ويعمل الإجراء مش مزبوط على أراضي الزراعية أو على ترع ومصارف يقف الدعم اللي بيقدم له من جنب الحكومة لغاية ما التعدي ده ينتهي تماما الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار كذلك إلى حجم الإنفاق الذي تتكبده الدولة لتبطين الترع وتأهيلها لمصلحة الوطن بنصرف الإنفاق الضخم ده ليه الترع ما هيبقى لها 200 سنة كده مش كده طب نبطنها ليه ما دفع 60 70 80 مليار جنيف تبطين العشرين 30 ألف كيلو من الترع نعملها عشان الكلام اللي بيقوله لمحالي وزير الزراع أنه فيه شغال في القطاع ده عدد كبير جدا من سكان مصر وكمان ده أمن قومي لأنه هو في النهاية المحاصيل اللي بتنتج في مصر يهي ما تكفينا يهي ما نضطر نكمل من بره نكمل من بره يبقى بنستورد نستورد يبقى بالدولار الدولار يبقى عبقى على مواردنا من الدولار الرئيس أوضح أن تأهيل نحو نصف المليون فدان لتكون صالحة للزراعة تتكلف نحو 160 مليار جنيه تبذل مصر الجهد لتحقيقها أموال دي دي قروض من السدادية العربية بفايدة ميسرة ومدد سدادة على برضو مريحة يعني فانتم يا مصريين احنا كلنا مع بعض في قرب واحد بحيرة المنزلة التي كانت تعاني من مياه الصرف الملقاه من مصر في بحر البقر تم تطهيرها وتكريكها وتطويرها لتكون مزرعة سماكية ليس فقط لتلبية الاستهلاك المحلي بل للتصدير أيضا كل اللي انتوا شايفينه ده من حشائش وغاب وسافانة وأي حاجة تانية كل ده تشالوا بقى البحيرة بتكامل تم تكريكها 250 ألف فدان دول بقى ناربع سنين شغالين فيها عشان نحولها نرجحها إلى بحيرة تستطيع أن 250 ألف فدان دول يبقى مزرعة سماكية حية ونأكل منها السمك اللي موجود فيها واحنا ايه متطمينين عشرة على عشرة نصدر منه والعالم كل يقول لك احنا عايزين ناخد من الحاجة ديت الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على تأمين كل بناء يتم في سيناء للحماية من يد الإرهاب والشر والحرب ضد البناء الحرب حربين حرب ضد الإرهاب وحرب البناء في سيناء كل خطوة بنعملها محتاجة تأمين لأنه هو صراع ما بين الإرهابين والأشرار وما بين التنمية في سيناء بحطة رفع المياه وما تشمله من معدات وآلات وطلمباط جعلت الدولة تشجع الصناعة المصرية من خلال التعامل مع شركات وطنية زادت من خطوط إنتاجها لتلبية الحاجة لتلك المعدات بما ساهم كذلك في زيادة فرص العمل خلينا الشركات المصرية تعمل كتير من المنتجات دي عشان أولا نوجد فرص عمل وسانيا عشان يبقى نوفر عملة حرة في إنشاء مثل هذه المشاريع الرئيس دعا المستثمرين والقطاع الخاص إلى زراعة الأفدنة التي أصبحت جاهزة بعد هذا الإنجاز مؤكدا حرص الدولة على توفير المشروعات الخدمية من مدارس ومستشفيات ومناطق صناعية وغيرها من المشروعات الخدمية التي تتيح تغيير شكل الحياة في سيناء نحن نتمنى أن القطاع الخاص والمستثمرين يأتيوا ويعملوا ويشتغلوا فيهم يأخذ عشر تلاف فدان يأخذ عشرين ألف تلاتين ألف دام عايز ويزرع البلد تستفيد والناس تشتغل ويبقى فيه حياة كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أشار إلى حجم العمل والمشروعات التي تنفذها الدولة في سيناء وإقليم السويس كل اللي اتعمل في سيناء يعني منذ تحريرها حتى 2014 الاستثمارات بتاعته لم تتجاوز بضع عشرات من المليارات فعشان نقول أن النهاردة في ست سنوات الدولة المصرية أنفقت وبتونفق 700 مليار نعي تماما كيف كانت الرؤية بتاعت الدولة للإصراع بتنمية سيناء وزير الموارد المائية وري أوضح أنه بانتهاء تلك المشروعات الجاري تنفيذها ستكون مصر من أكبر الدول في مجال إعادة استخدام المياه على مستوى العالم بانتهاء المشروعات ديت مصر هتكون من أكبر دولة في العالم في إعادة الاستخدام وده بيزود الكفاءة الكلية لنظام إدارة المياه في مصر والإنتاجية بتاعة المياه التحديات التي تواجهها الدولة من محدودية للمياه والتغيرات المناخية عرضها وزير الزراعة موضحا أنه تم تشكيل مجلس وطني لوضع الاستراتيجيات والحلول بالإضافة إلى تحدي الزيادة السكانية لافتا إلى أن التوسع في الرقعة الزراعية تطلب مجهودا وتكاليف باهظة وفرتها الدولة ونحن الآن بصدد افتتاح محطة مصر في بحر البقر كأكبر محط لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم بطاقة تصل إلى خمسة وستة من عشر مليون متر مكعب يومي فإنها سوف تؤدي إلى زيادة المساحة المنزرعة في شمال ووسط سيناء لتصل إجمال المنزرعة والمساحة المنزرعة والجاري تنفيذها بصفة عامة في شب جزير السيناء إلى ستمية خمسة وسبعين ألف فدام رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أكد العمل على تحلية مياه البحر بالتوازي مع معالجة مياه الصرف من خلال منظومة متكاملة لبنية أساسية شاملة في سيناء بالكامل إن الموضوع مش نقل مياه فقط ولكن الموضوع شامل بنعمل البنية الأساسية للأرض الموجودة في سيناء بالكامل بنعمل أعمال تسويات بنعمل مرافق موسوعة جينيس قدمت ثلاثة شهادات للشركات المصرية القائمة على مشروع محطة معالجة مصر في بحر البقر وأعلنت انضمام مصر للموسوعة من خلال هذا الإنجاز الأكبر عالميا إيماني توني التلفزيون المصري وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية دكتور بعد تحية محطة بحجم محطة معالجة مياه مصر في بحر البقر برأيك كيف تساهم في إدارة مواردنا المائية وإثراء قدرات مصر في تنمية الموارد المائية وزراعية التحية لحضرتك ولمشاهدين الكرام هذه المحطة الأملاقة التي تعد أضخم محطة في العالم بهذا السياق سيكون لها دور كبير في تحقيق التنمية الزراعية ببقعة حبيبة مدينة هي سماء حبيب ستؤدي تلك المحطة إلى خروج 5-6 من 10 مليون متر مكعب يوميا إلى سيناء وبالتالي سيتم استكمال زراعة 675 ألف بدان في سيناء والمهمة في الأمر هو تكامل المشروعات المجمعات صناعية زراعية متكاملة انتاج نباتي وانتاج حيواني وتصنيع زراعي في إطار فكر شمول التنمية الذي تنتهجه القيادة السياسية الآن يعني كانت تلك المشروعات في الماضي خلال العقود السابقة باءت بقدر كبير من الفشل نظرا لعدم وجود فكر شمول التنمية بحيث تقوم الدولة باقتحام مجال البنية الأساسية الذي لا تقدر عليه شركات القطاع الخاص كما رأينا التكلفة الاستثمارية باهظة وبواجهة فإن التكلفة الاستثمارية والتكاليف السابقة للنشاط الزراعي هي مرتفعة بشكل كبير فكان على الدولة أن تقتحم ذلك الملب ثم بعد ذلك تترك الفرصة لشركات القطاع الخاص وللأفراد هذا دور كبير لتناسق وتناهم بين مختلف أجيزة الدولة وزارة الزراع والسفاح الأراضي ووزارة الري والموارد المائية وقواتنا المسلحة الباسلة بصورة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في مختلف المشروعات طيب هنا يا دكتور الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن تطوير القطاع الزراعي سيمكن مصر من تحقيق الاكتفاء ذاتي برأيك كيف يمكن تحقيق ذلك على أرض الواقع خصوصا في المحاصيل الاستراتيجية؟ يتم ذلك من خلال استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة عشرين تلاتي لا أهداف محددة ونحن الآن فعلا على الطريق فلقد حققنا بالفعل كما أشار موزير الزراع في كلمته الاكتفاء الذاتي من محاصيل الخضر والفاكهة بشكل كامل بل كانت قصة نجاح للتصدير للصدرات الزراعية المصرية هذا العام تجاوزت خمسة يكون من عسرة مليون تل قبل عن الاكتفاء الذاتي في الضغط والأسماك والدواجن تبقى الفجوة الغذائية في محاصيل محددة هي القمح المحصول الاستراتيجي الأساسي في مصر وهناك جهود كبيرة في هذا الصدد من خلال دول مراكز البحثية في مصر والمحاصيل الزيتية من الاستكتفاء الذاتي من الزيوز وخفضة بالنجبة للانتاج الحوالي يعني نجبة اكتفاء الذاتي بحدود خمسة وخمسين في المية وهناك مشروعات ضخمة أهمها مشروع البتلو الذي قدم إليه ائتمان يتجاوز خمسة مليارات كنيه بفائدة خمسة في المية تانيك فضلا عن مشروعات ضخمة تجري على أخذ نصف نعم مشروع المليون ونصف فدان مشروع الدلفة الجديدة شركة الزراعة المحمية كثير من الإنجازات في هذا الصدد دكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحثة الزراعية شكرا جزيلا لك أعقد دكتور مصف مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا مع مروان الغانم مدير عامل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بحضور دكتور رانيا المشاد وزيرة التعاون الدولية وخلال اللقاء توجه رئيس الوزراء بالشكر للصندوق على دوره البارز في دعم جهود التنمية بمصر خاصة برنامج تنمية شبه جزيرة سيدة وأشهد رئيس الوزراء بالعلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والكويت معربا عن تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون مع صندوق الذي يعد أحد أهم شركاء مصر في التنمية من جنب أكد الغانم حرص الصندوق على مشاركة في مشروعات تنموية جديدة في مصر خلال المرحلة المقبلة وفي ذات السياق استعرضت وزيرة التعاون الدولي أهم محور المشروعات المقترح مشاركة الصندوق الكويتي بها خلال الفترة المقبلة هذا وأشهد مروان عبدالله الغانم المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بطفرة التنموية والمشروعات العملاقة التي تشهدها مصر وبالعاصمة الإدارية الجديدة مشيرا إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية شريك أساسي لمصر جاء ذلك خلال لقائه الدكتورة راني المشاط وزيرة التعاون الدولي من جانبها أكدت المشاط ثقتها بأن التعاون بين مصر وصندوق الكويتي للتنمية سيشهد مزيدا من التطور والنمو موجهة أشكرا لصندوق على دوره البارز في دعم جهود التنمية بمصر واستعرضت المشاط مع الغانم الموقف الحالي للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بتمويل من الصندوق وأبرزها مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء نفذت عناصر من القوات الخاصة المصرية والقوات اليونانية والسعودية والإمارات التدريب المشتركة رباعية هيراكل واحد وعشرين الذي استمر تنفيذه عدة أيام للمرة الأولى في اليونان نفذت عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر واليونان والسعودية والإمارات التدريب المشترك الرباعي هيراكل واحد وعشرين والذي استمر تنفيذه على مدار عدة أيام للمرة الأولى بمنطقة بيراموس بدولة اليونان وقد شهدت تدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات والتي تضمنت عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية في مجال مكافحة العناصر الإرهابية والتدريب على إدارة أعمال قتال المشترك بين العناصر المشاركة والتدريب على القتال في الأماكن المبنية والمفتوحة وإنقاذ الرهائن والإخلاء الطبي قضاً عن تنفيذ أعمال الإنزال الجوي والإبرار البحري لعناصر من القوات الخاصة من الصعيقة والمظلات وتنفيذ أعمال الإغارة يأتي التدريب هيراكل واحد وعشرين في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف تبادل الخبرات وصقل المهارات للعناصر المشاركة في مجال عمل القوات الخاصة بما يساهم في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي حضر فعاليات التدريب عدد من قادة القوات المسلحة للدول المشاركة في التدريب نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول فرض رسوم على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات بقيمة 150 جنيها وأكدت وزارة النقل أنه لصحة لفرض تلك الرسوم مشددة على أن أي متعلقات شخصية لركاب قطارة السكك الحديدية يتم نقلها مجانا دون فرض أي رسوم عليها بينما تطبق الرسوم على الحمولات وطروض ذات الطابع التجاري ونشدت وزارة النقل جميع وسائل النقل ومرتاد التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار تتواصل فعاليات المرحلة 19 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية والتي أطلقتها وزارة الداخلية لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور حيث تصل نسبة التخفيض إلى 30% في المنافذ والشوادر والمكتبات المشاركة فيها تتواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس الجمهورية فمنذ أن أطلقتها وزارة الداخلية في التاسع من الشهر الجاري لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد إلا وتشهد المكتبات والأفرع والمنافذ والسلاسل التجارية والشوادر المشاركة فيها إقبالا كبيرا من أولياء الأمور للاستفادة من التخفيضات التي تصل نسبتها إلى 30% وهو ما يخافف عنهم أعباء تزداد عليهم مع بداية العام الدراسي الجديد جرد المواطن ما بيشوف كلمة مبادرة كلنا واحد بيخش هو ثقة أنها يأخذ أسعار مخفضة جدا خدمات كويسة جدا خدمات متميزة مش هيلقيها في أي مكان تاني المبادرة عملت تخفيض كتير قوي وأكثر من مرة نشترك في المبادرة دي وكانت كويسة جدا بالنسبة للمستهد جودة المعروض هنا لا تقل عن مثلاتها خارج إطار المبادرة إن لم تكن أفضل وتتسم بالوفرة مع تأكيد من خلال الملصقات على التخفيضات ونسبتها ورغبة من وزارة الداخلية على توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة في كافة أنحاء الجمهورية تم وضع أسماء وعناوين المكتبات والسلاسل التجارية والشوادر والمنافذ المشاركة فيها على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت والتي بلغت 713 فرعا ومنفزا وسرادقا أشوف وتسوق وشوف حاجة المدرسة بس الأسعار حلوة جدا على قد متناول الناس مبادرة بسم الله وإن شاء الله أسعارها رخيصة وكويسة وفيها تخفضات 30% بجد والله حاجات خلوة ومكتبات كويسة وحاجات شعرها رخيصة وقد جاء إطلاق وزارة الداخلية لهذه المبادرة في هذا التوقيت الذي يشهد زيادة في الأعباء الإضافية على الأسر المصرية لتوفير مستلزمات أبنائهم المدرسية من منطلق حرص الوزارة على دعم ومساندة تلك الأسر وتخفيف الأعباء عنهم في ظل توجيهات القيادة السياسية برفع الأعباء عن كهل الأسر المصرية وهو ما أشاد به المواطنون لما جاءت المكتبات حسيت بفرق في الأسعار يعني حتى التفاصيل الصغيرة والحاجات الصغيرة في فرقات الأسعار كويسة الحقيقة أنا قلت جاء متوقع نهاردة أننا هدفع أكتر من كده بس لقيتم الأسعار فيها خصم كبير فأنا بشكر وزارة الداخلية على اهتمامها بأولياء الأمور وعلى اهتمامها بنا في بداية الدراسة مبادرة متواصلة على مدار شهر كامل وفي كل محافظات الجمهورية حتى تسنى للمواطنين الحصول على كافة احتياجات أبنائهم من المستلزمات المدرسية بجودة عالية وبالتخفضات المعلنة فوزارة الداخلية مستمرة في دعمها للمواطنين في كافة المناسبات ومستمرة في إطلاق مزيد من المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تساندهم دائما وفرة كبيرة المستلزمات المدرسية بكافة أنواعها تحققها مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الدمهورية في مرحلتها التاسعة عشر وتستهدف تخفيف الأعباء عن كهل المواطنين مع بداية عام دراسي جديد وهو ما تسعى إليه وزارة الداخلية مع بداية كل عام دراسي عبداللبركات التلفزيون المصري أخبر رياضة بحضرتكم وخلال احتفالية تكريم أبطال أولمبياد تتوكو عشين عشين وبحضوري دكتور مجزي عقوب جرح القلب العالمي أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار حرص الرئيس السيسي على أهمية نشر الوعي الرياضي داخل الجامعات المصرية ومشينا إلى تنظيم أيام وأسابيع رياضية منذ اليوم الأول لبدء العام الدراسي الجديد ومشينا إلى ضرورة تحقيق التوازن في الاهتمام بين اللعبات الجماعية والفردية من وراء الرياضات المختلفة يحمل بطالها اسم بلده عاليا ما يشرف الوطن ويغذي الانتماء تكريم من وزير التعليم العالي مستحق للطلاب الحاصلين على ميديليات مختلفة في أولمبيات توكيو الماضية السنة دي ست ميديليات مع ست أبطال وبالإضافة إلى أبطال كرة اليد اللي أيضا شرفونا في الوصول للأدوار النهائية مهم جدا أننا من خلال الاهتمام بالرياضة في الجماعات ونحن معانيين الحقيقة من خلال حضراتكم عودة الدراسة يوم السبت السبت 9 أكتوبر إن شاء الله من بداية هذا اليوم ونحن نزلين بحملة رياضية ثقافية اجتماعية لطلاب الجماعات في الفترة اللي جاية علشان نقدر ان احنا نرجع تاني التنافس اللي موجود أصلا ميديليات عالمية تعكس اهتماما أكد عليه أكثر من مر الرئيس السيسي في أحاديثه المختلفة نحو الرياضة وتأكيد على أرض الواقع من انتشار للمنشآت الرياضية المختلفة في كل الجمهورية من بعد ثورة يونيو كان انت نهاردة سمعت الوزير وهو بيقول لكل لاعب فاز النهاردة بميداليا عايزينه تجيب لنا خمسة معاك يلعبوا اللعبة بتاعتك احنا عايزين نوسع القادة عايزين الناس كلها تلعب رياضة انا عندي ثلاثة مليون طالب وطالبة في الجماعات لو انا وصلت ان الثلاثة مليون دول بيلعبوا رياضة يبقى نحاقات نجاح لمصر كلها وإلى دراسة لعام جديد تبدأ في التاسع من اكتوبر القادم اشار وزير التعليم العالي لضرورة تنظيم ايام واسابيع رياضية منذ اليوم الاول لبدء العام الدراسي احمد نبيل التلفزيون المصري كرم اللواء خالد عبدالعيل محافظة القاهرة ابطال مصر من ابناء محافظة القاهرة المتوجين بميداليات خلال دورة الالعاب البرالنبية بتوكيو وهم محمود محمد صبري فاطمة عمر الفائزان بفضلية رفع الاطقال هاني محسن لاعب رفع الاطقال الفائز بالبرونزية ومنح المحافظة اللعبين بميداليات تذكارية وشاهدات تقدير للجهد الكبير الذي بدلوه كما منح النائبة حيات خطاب عضو مجلس الشورى ورئيس اللجنة البرالنبية المصرية درع المحافظة تكريما لدور اللجنة في رعاية الابطال اكد المحافظة ان اهتمام رئيس عبدالفتاح السيسي بتكريم ابطال مصر ومنحهم او سمة خاصة بالرياضة هو ابلغ رسالة على اهتمام القيادة السياسية ودعمها غير المسبوق للرياضيين وتطوير المنشآت الرياضية ختم نشر ونذكركم باهم مع عرضنا الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح محطط معالجة مياه مصر في بحر البقر ويشدد على ازالة تعديات على الاراضي الزراعية والمجار المائية خلال ستة اشهر عناصر من القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب المشترك الربعي هرقل واحد وعشرين بليونان مسبي رضا تيجي عنواننا الالكترونية شكرا للمتابعة في اماننا